طرحت مصر منذ اللحظة الأولى رؤيتها لتسوية القضية الفلسطينية بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي حيث قالن رئيس عبدالفتاح السيسي أثناء لقائه المستشارة الألمانية في 18 أكتوبر الماضي إن مصر تدعم قيامة دولة فلسطينية من زوعة السلاح وهذا على حدود رابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية مع إشراف قوات أممية لتحقيق الأمن للدولتين لم ينزي مشاهدين وقت طويل على هذا الأعلان المصري حتى حدث تغيير في عقيدة العديد من الدول الغربية تجاه تعامل مع القضية الفلسطينية حيث أعلنت مجموعة مؤثرة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا أدفع بجهود قيام دولة فلسطينية من زوعة السلاح واعتماد حل الدولتين في تسوية هذا الصراع إذن ماذا بعد خسارة إسرائيل معركة الصورة والرواية ودعم الدول الغربية لقيام دولة فلسطينية كيف ستقام الدولة الفلسطينية المستقبلية؟ للإجابة على هذا التساؤل يجب أولا أن نقف أمام قرار تقسيم فلسطين والمعروف بالقرار رقم 181 والذي صدر عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن في عام 1947 هذا القرار يتبنى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطانية على فلسطين وتقسيم أراضيها وعندما أعلنت أن أعلنت نتيجة انسحب المندوبون العرب من الاجتماع وأعلنوا في بيان جماعي رفضهم للخطة واستنكارهم لها القرار 181 قسم فلسطين إلى جزئين كبيرين دولة فلسطينية تقام على مساحة 44% من مساحة فلسطين التاريخية ودولة يهودية على مساحة 56% من مساحة فلسطين كما نرى على الخريطة أمامنا هذه هي نتيجة قرار التقسيم كما نرى تقدر الإشارة هنا إلى أن اليهود في عام 47 أي عام التقسيم شكلوا ما نسبته 33% من إجمالي السكان فيما شكل الفلسطينيون أصحاب الأرض التاريخيين الغالبية العظمى بال67% من إجمالي السكان ومع ذلك تم منح اليهود المساحة الأكبر من الأراضي لكن دعونا نتوقف عند نصر أكتوبر العظيم في عام 1973 هنا قدمت مصر للمنطقة العربية أفضل بأستراتيجية عسكرية لصالح المنطقة العربية وعليه قدمت مصر بعد حرب أكتوبر رؤيتها للتسوية الصراع على أساس حل الدولتين بعدما تنبه رئيس الراحل أنور السادات إلى ميزان القوى العالمية والتجاهه لصالح الغرب لفترة من الزمن وداعم لإسرائيل بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وعليه يجب أن يواكب العرب هذا التحول الاستراتيجي الهم بما يحفظ حقوق فلسطين التاريخية ودع الرئيس السادات الفلسطينيين إلى حضور مؤتمر مينة هاوس في عام 1977 هذا كانت ضمن مفاوضات السلام المصرية الإسرائيلية وسط تمسك مصري بالحق الفلسطيني ففي هذا المؤتمر كان سينتزع الفلسطينيون دولة تحظى باعتراف دولية لكن للأسف فاتت الفرصة بتغيب الفلسطينيين عن المؤتمر والممثلين في منظمة التحرير الفلسطينية وقتها ضعت الفرصة التاريخية القائمة على التوازن العسكري الجديد بعد حرب أكتوبر بحسب المراقبين وشهادات التاريخية حول المؤتمر تمر السنوات حتى جاءت اتفاقية أوسلو 93 والتي نص إعلان المبادئ فيها على الاعتراف بإقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي فلسطيني ومجلس تشريعي منتخب وهذا تمهيدا لتسوية شاملة للصراع وهذا بناء على قراري الأمم المتحدة 242 و338 وتغطية قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات لكن إسرائيل تنصلت من هذا الاتفاق وأعلن نتنياهو أنه بمثابة الخطأ الأكبر ومنذ سبعة عقود حتى اللحظة أحبطت إسرائيل قيامة دولة فلسطينية قلصت حجم الأراضي الفلسطينية إلى 15% فقط من مجموع مساحة فلسطين التاريخية كما نرى على الخريطة أمامنا لتصل بذلك مساحة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 6020 كم مربع وهذا من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية البالغة 27 ألف كم مربع وذلك مشاهدين نتيجة للسياسات الاستيطانية حيث وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس إلى 726 ألفا وأربعمائة وسبعة وعشرين مستوطنا موزعين على 176 مستوطنا و186 بؤر استيطانية بعدما كان عدد المستوطنين 240 ألفا فقط في 1990 ليظهر تحدي جغرافي في حدود الدولة الفلسطينية فمستوطنات إسرائيل بالضفة الغربية أصبح تشكل 42% من مساحتها كما نرى هذه المستوطنات واغتصاب الأراضي الفلسطينية قطعت أوصال الدولة الفلسطينية لأنها تحد من تطورها العمراني في مخالفة لكل قواعد القانون الدولي وتحض صريح للقرارات الأممية والدولية حيث قسم الجدار العازل حول المستوطنات الضفة الغربية إلى ثلاثة كتل سكانية فلسطينية تضم في الشمال نابلس وجنين وتول كرم والوسط رامالة والبيرة والجنوب بيت لحم والخليل وتنقسم هذه الكتل إلى 6 كانتونات من تجزئة الكنتونات إلى 98 معزلان لتصبح قضايا الاستيطان أهم قضايا قيام دولة فلسطينية على أراضي محددة تمارس فيها السلطة الفلسطينية الوطنية سيادتها الكاملة فهل تخلي إسرائيل مستوطناتها حينما يحين حل الدولتين وخاصة مع نجاح الجهود المصرية في إبقاء الضغط الدولي مفتوحا ضد إسرائيل أم يستمر نتنياهو في مخططاته لإفشال قيام الدولة الفلسطينية وكيف سيكون شكل الدولة الفلسطينية التي بات يتحدث عنها الغرب من وجهة نظره في ظل تمسك عربي بحدود الرابع من يونيو 67 وستين